موسيقى مشاهدينا مشاهديك كرمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع مرأة الأحداث حالة الأربع 3 إبريل 20-24 للأسف الشديد أنه كان حصل زلزال بالأمس قوته 7 و4 من 10 في تايوان وهنا نتطرك طبعا لأخبار الزلزال وده كده يعتبر تاني زلزال كبير هذا العام بعدما كان فيه زلزال طبعا كبير في أول يوم تقريبا في عام 20-24 حصل برضو كده حاجة غريبة في مصر وشبهوها بموضوع قصة الطفل ريان اللي كانت في المغرب كان فيه جهود مستمرة في المينيا لمحاولة سحبه إنقاذ شاب كان سقط حيا في بقر عمقها 30 متر وسط الصحراء ولكن للأسف هناك تحديث بأنه توفى داخل البقر عندنا كمان طالب متهور بسرعة متهورة قتل أربع أشخاص بعدما دهسهم بسيارته في بورسعيد والسلطات المصرية ألقت القبض عليه وكان عندنا حادث دهس أيضا في البصرة في العراق بالنسبة بقى لموضوع الحقيقة يمكن برضو القصة اللي ليها بجانب موضوع الزلزال عندنا قصة صعبة جدا في إسرائيل وهو استهداف السيارة اللي السيارة دي كانت قتلت سبعة كانت سيارة مصفحة بداخلها مجموعة من عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي وضربتهم غارة جوية إسرائيلية ونتانياهو إسرائيل اعترفوا ولكن الحقيقة اعترفوا بأنه خطأ ولكن إدانات دولية ويعني بصراحة بسبب هذا الحادث المؤسف ده يعني واخد حيز كبير جدا من الاهتمام العالم كله بالنسبة للمحكمة العليا الأمريكية أكدت حق ترامب في التراشح للانتخابات الرئاسية وهو الحقيقة فيه طبعا منافسة قوية جدا فيه ولايتين من الولايات منهم ميتشيجن الولايات المتأرجحة فيها انتخابات تمهيدي هذه الأيام وطبعا فيه أيضا تواجد لبايدن ونتانياهو في هذه الولايات بالنسبة لبرضو هيكون عندنا بعض التفاصيل الخلافات الكبيرة اللي حصلة ما بين واشنطن وتالا قبيب بالنسبة لعملية اجتياح رفح عندنا أيضا تحديث بالنسبة للموضوع الخاص بهجوم كروكوس برضو تحديث بالنسبة للجسر بلتيمور يعني كل برضو الحاجات اللي احنا لنا فترة متابعينها مع بعض هنتكلم عن تحديثات فيها عندنا أيضا كمان الرئيس السيسي أدى اليمين الدستورية أمس واليمين الدستورية لولاية رئاسية ثالثة وتحدث الرئيس عن أولوياته خلال الفترة القادمة اللي هي الست سنوات القادمة بالنسبة لاقتصاد في مصر البنك المركزي المصري أعلن ارتفاع صافي لاحتياطات الأجنبية وده طبعا كان متوقع بعد دخول المبالغ الكبيرة بالنسبة من الدولار طبعا بالنسبة لصفقة رأس الحكمة وصندوق النقد الدولي وطبعا الاستثمارات اللي تدفقت على مصر خلال الفترة اللي فاتت ان شاء الله كل ده يكون معنا نهارضة في حلقاتنا مبارح كان 2 إبريل 2 إبريل 68 زهرت العدرة فوق قبة كنيسة الزيتون العدرة بالزيتون والحقيقة أنه بالأمس كانت الزكرة 56 لظهور السيدة العزراء فوق كباب كنيستها بالزيتون هذا الزهور كان لقى اهتمام عالمي كان طبعا زهور تم تأكيده من خلال البابا كرولس وقتها وأيضا من خلال الرئيس عبد الناصر ونشرت كل الأخبار والصحف المصرية والعالمية أخبار هذا الزهور وكل عام في الثاني من إبريل بتحتفل الكنيسة لابطاية الأرثزوكسية وفي مصر والعالم بهذه الزكرة العدرة ينتظر استيقاظك لتمنحك النور ولا الزهر ينتظر اقترابك ليمنحك العطور هذا هو حال كل الأمهات الأرضية فما بالك بأم النور السماوية أم المسية التي أصبحت أما لكل البشرية الأم التي تصلي وتشفع عنا دائما حتى لو تغافلنا أو نسينا أنها أم لكل البارية ومن محبة الله لنا يرسل لنا تعزيات على فترات يعضد بها القلوب ويثبت بها الإيمان فتجلت أمه الحنونة فوق قباب كنيستها بالزيتون بالقاهرة في اليوم الثاني من أبريل عام 1968 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وخلال حبرية البابا كيرولوس السادس الذي أكد ظهور التجلي من خلال اللجنة التي شكلها قدسته لمتابعة الظواهر الروحية وبعد شهر من الدراسة والمتابعة أصدر بيانا يؤكد الظهور والمعجزات المصاحبة له لقد ظهر منظر العزراء الروحاني المهيب لعيون المجتمعين حول الكنيسة فقد رآها عشرات الألوف في وقت واحد رآها المسيحيون وغير المسيحيين وقد أثار المتنيح الحبر الجليل الأنبغر غوريوس رئيس لجنة تقص الحقائق أنذاك سؤالا هل هو ظهور أم تجلي فأكد لنا أن ما حدث فوق قبة كنيسة السيدة العذراء بالزيتون ليس ظهورا فقط لكنه تجلي قائلا إن التجلي هو الرؤية التي تتخذ فيها الكائنات الروحية أشكالا بارزة واضحة للعيان وعندما يشهد واحد فقط قد يتمكن المشككون من التشكيك في شهادته لكن إن اجتمع شهود كثيرون فالشهادة حق فما زال المئات من الأحياء في وقتنا هذا يشهدون للتجلي بعد انقضاء أكثر من خمسين عاما عليه لقد سجلت الكنيسة على موقعها الإلكتروني أكثر من مئة شهادة صوتية ومرئية حديثة لأناس عينوه وقد سجلت أيضا الإزاعات ومحطات التلفزيون والصحف والمجلات شهادات الشهود في زمان حدوثها فحضور العذراء في حياتنا أمر قد أكدته السماء من خلال التجلي وتقدمها لنا أمًا وملكة عظيمة قد عاشت كالبلسن تداوي جراح أبنائها لأنها دخلت لعمق الصبار كل سنة وحضراتكم طيبين من وقت للتاني بنرجع لموضوع الاختفاءات وعندنا النهاردة حالة اختفاء حاولنا التواصل مع والدها ولكن لو في أي حد من قريبها حابب أن يتواصل معنا يريد يكلمنا ميري جيرجس نسيم ومختفي هي وابنتها مارسكا روماني نبيل ميري عندها 23 سنة وبيقال إنها حاليا كمان حامل اختفت منذ يوم 25 مارس الشهر الماضي وهي من قرية ميت بشار مركز مينيا لأمح محافظة الشرقية طبعا انتشرت أخبار اختفاءها على مواقع التواصل الاجتماعي وكان فيه أرقام الأب والحقيقة أنه أرقام ولدها ورقم زوجها وحاولنا نتواصل معاهم لكن للأسف الشديد مش متواصل يعني مش بيردوا أو مش عارفين نوصل لهم طبعا بنصلي من أجل عودتها هي وابنتها وإن شاء الله يارب تكون خير يعني وترجع بالسلامة وطبعا بنصلي من أجل عودة كل فتاة وكل سيدة وأي شاب أو يعني أي حد مختفي عن منزله إن شاء الله يرجع بألف سلامة كان فيه برضو كلام عن أقدم مخطوطة مصرية والحقيقة من الكتاب المقدس كانت طرحت في مزاد في دار كريستي العالمية طرحت مخطوطة مصرية تعد أقدم نسخة من الكتاب المقدس للبايع في المزاد العلني الذي يقام في لندن سوف يقام في لندن خلال الفترة المقبلة المخطوطة المصرية تحت اسم كراس بيشوين بتعود إلى فجر المسيحية وتعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم حاليا واحدة من أولى المخطوطات الليتورجية المسيحية وطبعا معناه الليتورجية المسيحية اللي هي التقوص الدينية المسيحية وهنتابع طبعا معاكم هذا الحدث بأنه بيقال إنها قد تباع بملايين الإسترولين عندنا بقى خبر برضو حول أجازة عيد الفتر كل سنة وكل المسلمين في كل العالم بخير بالنسبة لعيد الفتر هيكون إن شاء الله الأجازة هتكون في الفترة من يوم السلساء الموافق 9 إبريل وحتى يوم الأحد الموافق 14 إبريل وكان برضو فترة الأجازة دي نص القرار بالنسبة لفترة الأجازة على أن تكون هذه الفترة أجازة رسمية مدفعة الأجر العاملين في الوزرات والمصالح الهكومية والهيئات العامة وحدات الإدارة المحلية وشركات الكتاع العام وشركات أيضاً الكتاع الأعمال وطبعاً وده بمناسبة عيد الفتر المبارك كان هناك تداول لمشهد كان فيه كنيسة الإنجلية بالمينيا وهو كانت إقامة صلاة المغرب في الكنيسة أنه الكنيسة كانت عاملة إفطار حفل إفطار سنوي في الكنيسة الإنجلية بمركز ملاوي جنوب محافظة المينيا والحقيقة أنه حفل الإفطار السنوي كان تم دعوة عدد كبير من المسلمين طبعاً والقيدات في مركز ملاوي ووقت صلاة المغرب أدى قبل الإفطار على طول أدى الحاضرون صلاة المغرب داخل ملعب الكنيسة ويمكن زي ما أنتم شايفين المشهد يعني كان الصلاة قدام الصلاة المغرب أمام الصليب وفي ملعب الكنيسة الإنجلية بملوي كان طبعاً هذه الفعلية بحضور بيت العائلة المصري وقيدات شعبية وتنفيذية وعضاء مجلس النواب والشيوخ وفض من الكنيسة الأرثيزوكسية وعدد من النقابات المهنية وكان برضو بحضور عدد كبير من أهالي ملوي والحقيقة الناس كتير علقوا على هذا المشهد بأنه يعتبر صورة جميلة للمحبة على مائدة الكنيسة الإنجلية نروح بقى للزلزال تايوان الشديد اللي كان قوته سبعة واربعة من عشرة واعتبر أنه الزلزال الأقوى منذ خمسة وعشرين عام كان فيه مشاهد نشرت طبعاً الزعر في بداية الزلزال وقد إيه فعلاً كل المشاهد دي تدولتها كل وسائل الإعلام زلزال عنيف يضرب تايوان بقوة سبع درجات فاصل اثنين على مقياس رختر هذا الزلزال هو الأقوى بالجزيرة منذ أكثر من خمسة وعشرين عاماً ما أصفر عن سقوط قتل وانهيار عدد كبير من المباني إدارة الإطفاء في البلاد قالت أن الزلزال أصفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من سبعمائة آخرين في منهار ما لا يقل عن ستة وعشرين مبنى معظمها في مقاطعة هواليان الجبلية شرقية البلاد مقاطع فيديو الزلزال أظهرت لقطات مرعبة لما أحدثته الكارثة في المباني السكنية والشوارع فيديوهات لمباني مائلة بشدة في هواليان وأخرى لإهتزاز شديد بمقتورة مترو بينما كان الناس في طريقهم إلى العمل والمدارس ودفع الزلزال لإطلاق تحذيرات في اليابان والفلبين وتايوان من خطر حدوث تسونامي لكن توكيو عادت وخفضت مستوى التحذير إلى بسيط في حين ألغته مانيلا بالكامل تقارير قالت إن جزيرة تايوان معرضة للزلازل بكثرة وسكانها معتادون على الهزات الأرضية المتكررة طبعا معجزا أنه فيه أربع وفيات فقط لكن فيه عدد من الإصابات كان فيما شهد طبعا انتشرت للحظات الأولى من الزلزال زي ما شفنا في التقرير برضو انتشرت المشاهد دي في أماكن كتير جدا وفيه مشاهد لسه بتنزل من بيوت من كاميرات بيوت من كاميرات زي ما شفته طبعا جوه المترو وطبعا أشهر مشهد هو البيت المائل بشكل كبير جدا كان فيه برضو مشاهد للبيت ده وكانت قوات الشرطة هناك فيه تايوان كانت بتحاول أن هي تنقذ ناس من تنزلهم من الشبابيك زي ما شايفين طبعا السيارات مشاهد كتير كانت نشرت وأعلنت السلطات التايوانية أن حصيلة الزلزال اللي ضرب الجزيرة اللي كان بقود 7.4 من 10 ارتفعت إلى 711 إصابة ولكن أربعة قتلة وهو الأقوى منذ 25 عام وفقا لإقدارة التقس المركزية في تايوان وتصابق فرق الإنقاذ الزمن لمساعدة السكان للخروج من المباني المنهارة في مدينة والين الواقعة قرب مركز الزلزال انتشر برضو فيديو للقطات دراماتيكية لمزيعتين على الهواء مباشرة لحظة تعرض البلاد للزلزال وهما زي ما أنتم سمعتوا في التقرير هما متعودين على الزلازل لكن بصوا كان المشهد إيه وحتى الكاميرات نقلت الصورة بتاعت اهتزاز كل الإضاءة وكل الحاجات المتعلقة ونفس الموزيها بتتهز لكن بعد كده كملوا بشكل عادي جدا وكأن ما فيش أي حاجة يعني ده برضو بيورينا قد إيه ربطة الجأش الهناك نظرا لأنهم متعودين على هذه المشاهد يعني انتشرت هذه المشاهد زي ما قلت لحضراتكم على أماكن كتير جدا وعلى تويتر طبعا وقنوات كتيرة الحقيقة أنه بعد هذا الزلزال لقينا أخبار وبدأنا نسمع تاني على العالم الهولندي اللي هو كان بيتنبأ بزلازل وكان ظهر منذ الزلزال الكبير اللي حصل في تركيا العام الماضي والمهم أنه كان تقال بقى أنه برضو كان بيحذر من حدث زلزالي كبير منتصف إبريل يعني هل برضو كان بيحذر من الزلزال ده وبعدين فيه زلزال تاني في منتصف إبريل الخبر بيقول أنه العالم عالم الزلازل الهولندي هوجر بيت كان بيكشف أنه فيه مجموعة من الزلازل هتضرب مناطق متفرقة من الأرض فيه خلال شهر إبريل والزلزال المدمر اللي هو هتكلم عنه قال أنه هو تنبأ بيه علشان فيه عدد من الاقترانات للكواكب واقترانات قمرية تحدث في الأيام القليلة المقبلة هتؤدي لحدوث نشاط زلزالي كبير وخاصة بحدد برضو يومي الخامس والسابع من إبريل وأكد أنه برضو أنه هيبقى فيه برضو حدث زلزالي أيضا كبير فيه ممكن يحصل في أيام كمان 11 و13 إبريل طبعا هو يعني كذا مرة كانت زبطت معاه وفيه مرات ما زبطتش لكن حضراتكم عارفين أننا هنا حتى الزلزال اللي بتحصل أغلبها بتحصل فيه مناطق متعودين أنه بيكون فيها زلزال لكن يمكن بس القوة هي اللي بتكون أقوى زي زلزال تايوان اللي كان يعتبر أقوى القوة بتاعته تعتبر يعني أقوى زلزال منذ 25 عام ربنا يستر على الناس جميعا في كل المناطق وخصوصا زي ما بنقول دايما الزلزال بتحصل في المناطق اللي معروف أن فيها موجودة على حزام زلزالي زي برضو اللي كان زلزال تركيا اللي حصل برضو العام الماضي عندنا بقى بعض الحوادث كده اللي كانت أثارت برضو اهتمام رواد معاقع التواصل الاجتماعي وكان حدثت موضوع الشاب اللي سقط في بير عميق عمق البير 30 متر وبدأ بقى يعني يخلي الناس تفتكر الموضوع الخاص بالطفل ريان اللي كان في المغرب واللي طبعا أخذ برضو اهتمام كبير جدا الوقع بيتم الحكاية عنها عن أنه طاها محمد عبد العزيز من أهالي قرية عزاقة الحقيقة أنه لم يعلم أحد أنه كان على موعد مع الموت بعد الإفطار أول أمس الاثنين هو وقع من أول أمس الاثنين بعد الإفطار بيقال أنه كان أثناء إجراء مكالمة من تليفونه المحمول في الليل ما كانش شايف البير وسقط في البير والبير كان زو فتحة صغيرة وهو بير مياه راي يمكن طبعا كان هنا التقرير اللي بيتكلموا عنه في قناة العربية لكن كان فيه مشاهد كمان تانية كانت بتورينا البير وهما بيحاولوا ينزلوا التليفون بحبل المهم اللي حصل بقى أنه بعد موقع يوم الاثنين الماضي جي بعد كده الناس تجمعت وحاولوا ينقذوه من ليلة الاثنين وعند محاولة إنقاذه تم رفعه بحبل كان خمسة متر ولكن الحبل تقطع وسقط مرة أخرى في نفس المكان بعد كده جابوا معدات سقيلة للحفر بمحيط البقر لمحاولة انتشاله في الساعات الأولى من اليوم النهاردة وهو عنده 42 سنة لكن مصدر بالوحدة المحلية لمدينة المينيا أكد أن المزارع فارق الحياة نتيجة اختناقه في قاع البقر الرملي وكانت دلوقتي بقى العمليات مستمرة علشان خاطر محاولة انتشال الجثمان وفتح تحقيق حول الواقع من قبل الأجهزة الأمنية وإن إزاي فعلاً بير بهذا العمق بيكون مفتوح ومش متغطي بأي حاجة يعني بنعزي طبعاً أسر الطاعة محمد عبد العزيز وزي ما شفته طبعاً كان ناس كتير قوي من القنوات نشروا أن الفكرة شبه طبعاً قصة الطفل ريان لكن الطفل ريان يمكن كان أخذ صدى فترة طويلة قوي طبعاً ومحاولة إنقاذه إلى أن أخرجوه في الآخر وبرضه للأسف كان توفى بالنسبة للحادث الصعب جداً حادث طبعاً الطالب اللي بيسوق بشكل متهور تسبب في مقتل أربعة أشخاص بعد دهسوهم بسيارته في بورس عيد الفيديو انتشر بشكل كبير جداً هتشوفوا من بعيد فيه تلات شبان التلاتة دول اللي هم كان طلاب من كلية التربية جمعة بورس عيد وبعدين بيعدوا الشارع عادي جداً والعربيات جاية ما فيش أي حاجة والسيدة دي اللي قدامهم برضه بتعدي وبعدين العربية للأسف الشديد جاية حتى باتجاه غريب جداً مش عارفين لغاية دلوقتي هو إزاي تقلب بالمنظر ده يعني الحتة اللي هم بيعدوا عندها المفروض العربيات ماشية كده العربية بتاعت الولد ده جاية بالعرض طبعاً المشهد مظللينه شوية لأنه طبعاً مشهد صعب جداً عارفوا إن العربية كان بيقودها طالب بكلية الحقوق وكان بيسير بسرعة كبيرة ولم يسيطر على العربية علشان كده العربية جات بالجنب وده كان أمام كلية العلوم بشارع 23 ديسمبر بنطاق حي الزهور في طبعاً بورس عيد إدارة البحث الجنائي نجحت في ضبط المتهم المتسبب في الحادث واللي بيتقال إنه مش أول حادث وإنه هو متعود يسوق بهذه الطريقة والضحايا التلاتة الطلاب ريدا السيد البدوي وعمر شريف أحمد ومحمد عفوا ريدا السيد البدوي دي السيدة وبعدين التلاتة الطلاب عمر شريف أحمد السيدة ريدا عندها خمسين سنة وكان فيه صور برضو زملنا أعتقد كان فيه لينك عندك فيه شوية مجموعة صور للتلاتة شباب والسيدة السيدة التلاتة شباب عمر شريف محمد خميس محمد عبدالله الشامي وتم دفن الجسامين وبرضو كان اتكشف عن أنه هذه ليست السابقة الأولى للمتهم قبل كده كانت اصطدمت سيارته قبل عام بسيارات أحد معارض السيارات وتسبب فيه تدمير عدد منها محامي الضحايا قال أن المتهم المتسبب في الحادث تبين عدم تعطيل المخدرات والنتيجة التحليل السلبية لكن الحقيقة أنه هو التحليل حتى تم إجراءه داخل مستشفى حكومي ولكن واضح أنه هو متعود يسوق بشكل سريع جدا في أماكن مش مفروض أن يسوق بيها بهذه السرعة بن عزي طبعا قسر الضحايا الأربعة اللي راحوا طبعا ضحية هذا الدهس والقيادة المتهورة لقينا برضو في حادث دهس كم حادث حصلوا في مصر وبعدين نروح لحادث البصرة كان في مصر على شخصه قصابت 29 آخرين بإسترانكلاب أوتوبيس بطريق البحر الأحمر بأسيوت كان فيه برضو طفل وعمه لقوا مسرعهما وأصيب ثلاثة آخرون في انهيار منزل بجزيرة العقب بقرية بني محمد التابعة المركز أبنوب بمحافظة السود بالنسبة بقى لحادث البصرة في العراق شاحنة دهسة عشرين تلميذ وتم ضبط السائق وطبعا برضو كانت مأساة أن السلطات العراقية الحادث ده كان مساء أمس السلساء كشفت السلطات العراقية عن مقتل ست تلميذ وأصابت أربعة عشر بحادث دهسة كرب مدرسة ابتدائية في شمال محافظة البصرة وزارة الداخلية أكدت القبض على المتسبب في هذا الحادث وذكرت وزارة الصحة أنه على الأقل هناك ستة حالات من الوفيات ويمكن دي مشاهد برضو نشرت على المواقع اللي طبعا بعد الحادث وحاجة صعبة جدا ربنا يا رب يكون فعون كل الأسر الأسر التلميذ اللي راحوا ضحية هذا الدهس عندنا كمان مالها ليلي احترق في إسطنبول وكان نتيجة الحريق سبع وعشرين قتيل في إسطنبول في تركيا وكان صدرت مذكرة اعتقال بحق خمسة أشخاص وكالة الأنا دول التركية نقلت عن ولاية إسطنبول أن خمسة وعشرين شخص لقوا مصرعهم في هذا الحريق لذي اندلع في مالها ليلي بمنطقة باشكتاش في إسطنبول جميع الضحايا من عمال البناء المكان اللي اندلع فيه الحريق كان مالها ليلي وبرضو قنوات أجنب كونوات أمريكية وقنوات كتير نشرت هذه المشايد وأوضح وزير العدل التركي أن أوامر اعتقال صدرت بحق خمسة أشخاص وأن ثلاثة منها أولئهم أعضاء في إدارة المالها الليلي وأن أحد الأشخاص اللي صدرت بحقهم مذكرة اعتقال هو المسؤول عن عملية التجديد وأنه تقريبا كان فيه حاجة ما كانتش مظبوطة هي اللي قدت لهذا الحريق اللي قودة بحياة خمسة وعشرين شخص على الأقل نأتي لحادث الحادث المأساوي اللي حصل في إسرائيل وهو مقتل عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي أورلت سنتر كيتشن والحقيقة أنه هذا الحادث أصار فعلا يعني حفيزة العالم كله العربية المفروض أن هي عربية مصفحة يعني بصراحة يعني حاجة غريبة جدا جدا والمفروض أنه عمال المطبخ المركزي العالمي المفروض أنه هما بيبقوا مرتبين ومديين بيان بالتحرقات الخاصة بيهم لإسرائيل علشان أنها تتلاشى سياريتهم والعربية أساسا كانت كمان مصفحة لكن للأسف الشديد قتلوا أثناء هذا الاستهداف وكمان بدأت صور تبين أنهما كان حتى على سطح السيارة كان الاستقارات اللي هي بتتكلم عن أنهما والعربية بتاعتهم معروفة جدا وللأسف الشديد أنه محدش يعني أنه طبعا كان فيه حزن شديد في الأمم المتحدة ومن أمريكا وبريطانيا لأن العمال دول جايين يقدموا الإغاثة وكانوا بيقدموا وجبات ساخنة للفلسطينيين طبعا اللي بيعانوا من جوع شديد جدا وطبعا الجوع ده بسبب تجويع إسرائيل وعدم دخول المساعدات نشوف معلش التقرير من أوله خيمة هناك بعيدة حوالي 100 متر 150 متر هناك فلما سمعنا الضربعة جينا نجري لقيت الناس هنا ملمونوا على الضيارة هاي من طبيعتنا كمجتمع ونسيجنا نستماعي قوي جدا لنا نتدخل ونحاول نسعف الموجود ونسعفه فتضحنا في لين إنه أحد المصابين أو اللي كان جوا موجودين إنه أجنبي كان عدد العبطال الشهداء المغاوير اللي أجو في عمل إنساني من آخر البلاد عشان ينرغضوا هالشعق المحتل هذا كان عدد أربع بس فيه كان الصبات خطيرة توفت بسرعة موسيقى نريد نريد موسيقى لذلك لأن هذا تجربة 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 هذا هذا موسيقى بسيقى موسيقى بسيقى شخص يشترك موسيقى بسيقى وموسيقى يجب أن يفتح لنحسن موسيقى 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 الحدث وصفة بابيل مأساوي ومؤسسة منظمة المطبخ المركزي العالمية الخيرية أكدت مقتل سابعة من عمال الإغاثة وزي ما شفتوا في التقرير أن سابع عمال تلاتة منهم بريطانيين في بولنديين، أستراليين وكذلك فلسطينيين من بينهم مواطن مزدوج الجنسية بيحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية تم نقل الجسس عبر الحدود خارج غزة عبر معبر رفح وطبعاً هيتم إعادة الجثمين لبلدانهم الأصلية منظمة World Central Kitchen أو المطبخ العالمي الأمريكية شددت في بيان على أن القافلة التابعة لها قصفت عند مغادرتها مستودع في دير البلح على الرغم من تنصيق الحركات تحرقتها كلها منصقة مع الجيش الإسرائيلي وأعلنت طبعاً منظمة تعليق جميع عملياتها في القطاع الفلسطيني المحاصر الحقيقة أن المنظمة دي منظمة يعني فعلاً لها أعمال خيرية كتير جداً وبدأت مشاهد للأسترالية فرانكوم ماتت وهي تفعل ما تحب يعني دولة من الضحايا الأسماء اللي تم الإعلان عنها كانت تؤدي عملاً قيماً للغاية ده رئيس الوزراء الأسترالي هو لنعاها والحقيقة كانت بتوزع الغذاء في قطاع غزة أصدرت عائلتها بياناً عبرت فيه عن حزنها العميق على مقتل زومي الشجاعة والمحبوبة أثناء قيامها بالعمل الذي تحبه وأكدت أيضاً طبعاً أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنها سوف تترك هذه السيدة سوف تترك قراءة إرثاً من الرحمة والشجاعة والحب لجميع من يعرفها فيه كمان برضو البولندي داميان سوبول تكلموا على أنه لا توجد كلمات تعبر عن الحزن لوفاته وده كان إعلان من رئيس بلدية مدينة بيرزي ميسال بجنوب شرق بولندا أن المتطوع الذي قتله في الغارة الإسرائيلية في قطاع غزة داميان سوبول يبلغ من العمر 35 عام وكان فيه برضو متطوعة سابقة في المنظمة هي اللي تعرفت عليه في بولندا وأوكرانيا عام 2022 وصفته أنه كان دائم لابتسامة ولما كلمته عن هذه المنظمة انضم إليها كان فيه زي ما قلت لحضراتكم تلاتة بريطانيين أيضاً لكم حتفهم جراء الدربة الإسرائيلية وتم الإعلان عن أسماءهم التلاتة وصحيفة التليجراف برضو كانت نشرت معلومات عن التلاتة البريطانيين وأعمارهم بتتروح ما بين 1.57 عام و 1.33 عام والحقيقة أنه كان فيه حزن شديد وكان فيه بيانات من كل الدول الحقيقة لكن طبعاً كان فيه استدعاء للصفرة في الدول اللي راح منها ضحايا في هذا الحادث من ضمن اللي راحوا برضو ضحية هذا الحادث سائق ومترجم فلسطيني كان مع الموظفين المنظمة وهو اسمه سيف عصام أبو طاها وتداول برضو الفلسطينيين صور لي وكانوا بيقولوا طبعاً أنه هو كتلة في هذا الحادث بدأت طبعاً مطالبة بالتحقيق ولكن بدأ على طول طبعاً أنه أنت دلوقتي مفيش حجة لإسرائيل وما لقوش قدامهم غير أنهم يكروا ويعترفوا بأنه فعلاً كان خطأ وهو اللي أدى لهذا الحادث دعوا الفلسطينيون أحد عمال الإغاثة الذين قتلوا في الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عمال منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيري غير الحكومية أريد أن أكون واضحاً جداً لم يتم تنفيذ الدربة بهدف الإضرار بعمال الإغاثة التابعين لمنظمة المطبخ المركزي العالمي لقد كان خطأاً حدث بعد خطأ في تحديد الهوية ليلاً أثناء حرب تدور في ظروف معقدة للغاية خطأ ما كان يجب أن يحدث هذا الحادث كان خطأاً فادحاً المنظمة الأمريكية دانت الهجوم تماماً كما فعلت منظمة الصحة العالمية يتعلق الأمر بمهمة منصقة وغير منحازة ووافق عليها طرف الحرب مسبقاً سيارات المنظمة كانت تحمل علامات واضحة تدل على أنها تابعة للمطبخ المركزي العالمي أستراليا التي فقدت مواطنتها الظاهرة على يمين الصورة دانت ما اعتبرته حدثاً غير مقبول على الإطلاق وطالبت بمحاسبة المسؤولين من جانبها عبرت الصين عن صدمتها إسبانيا دانت ما وصفته بالهجوم الوحشي وطالبت مع بولندا وبريطانيا بتفسيرات نشعر بالصدمة والحزن ندعو إسرائيل إلى إجراء تحقيق عاجل فمن الواضح أن هناك أسئلة تحتاج إلى إجابات مفاوض سياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزاب بورال طالب بدوره بإجراء تحقيق بشأن الغارة الإسرائيلية طلب وعدات إسرائيل بتنفيذه أما واشنطن فقالت إنها منزعجة للغاية طبعا نتنياهو أيضا أعرب عن أنه يعني زعم نتنياهو أنه أقر بالعملية طبعا وأنه ده يعني أن الجيش الإسرائيلي قصف أبرياء ووصف القصف بأنه حادث مأسابي وغير مقصود وقال أنه ده غالبا ما يحدث مثل هذه الأحوادث في أوقات الحرب وقال نتنياهو نحن نفحص بذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء كي لا يتكرر هذا أبدا وأشار لأن الولايات المتحدة غضبت من الهجمة التي أدت إلى مقتل عدة دمون موظف المطبخ المركزي العالمي وعبرت عن تعزيها وأعرب طبعا نتنياهو للأسف الشديد وأنه سنبزل قال نتنياهو سنبزل كل ما فيوسعنا لضمان عدم حدوث مثل هذه المقاسي في المستقبل أيضا رئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوك كان علق أيضا واعتذر بعد مقتل استبعت أشخاص بالنسبة من طبعا المطبخ المركزي العالمي كان على طول برضو بيان من وزير الدفاع الإسرائيلي ونشر تفاصيل هذا البيان مع طبعا هو كان طلع بالبيان ده في إفادة متلفزة واعتذر أيضا عن الحادث وقال كده وقعت في الليلة الماضية حادثة مأساوية أصفرت عن وفاة مأساوية الموظفة منظمة المطبخ العالمي وقال أنه هو طبعا باعتبارنا قوة عسكرية مهنية ملتزمة بالقانون الدولي ملتزمون بفحص عملياتنا بدقة وشفافية وقال أنه هو تحدث برضو مع مؤسس منظمة المركز العالمي الشيف خسي أندريس وبالمناسبة برضو تحدث معي بايدن وعزيه طبعا خسي أندريس وقال جانتس أنه أعرب عن تعزيه وأعرب أيضا عن حزنه الصادق للدول الحليفة اللي بزلت وما زالت تبزل الكثير من المساعدة للكثير لمساعدة المحتاجين وقال أن رجعنا الحادث هنفتح تحقيق ويتم التحقيق في الحادثة من خلال قليل تقييم وتقصي الحقائق وأنها هيأخذ خبراء مستقلة ومهنية هو بيتكلم أن خلال الفترة اللي فاتت كان الجيش الإسرائيلي كان عمل بشكل نصيق مع منظمة المتبخ المركزية العالمية لمساعدتهم في إنجاز مهمتهم واللي بتشمل طبعا جلب الغذاء والمساعدات الإنسانية لسكان غزة وكان برضو كان بيتحدث أن المنظمة كانت من أوائل المنظمات غير الحكومية اللي تواجدت لمساعدة الإسرائيليين بعد مسبحة السابع من أكتوبر يعني حتى المنظمة دي كانت بتساعد كمان الإسرائيليين مش بس إنها كانت جاي عشان تساعد الفلسطينيين الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه غضب جدا بيشعر بالغضب والحزن تجاه هذه الغارة وزي ما قلتلكم تحدث برضو مع مدير المنظمة وأعرب عن تعزيه وأنه أكد أن التحقيق برضو مستمر وأضاف بايدن برضو أنه هذا الأمر هو أكثر مأساوية وأنه ليس حادث قائما بذاته وأنه من أسوأ استراعات في الأونة الأخيرة وعشان كده على فكرة الولايات المتحدة الأمريكية وبرضو أسبانيا ودول كتير جدا مش مصدقة الرواية اللي بتقولها إسرائيل على اعتبار أنه المفترض أن إسرائيل عندها أجهزة دقيقة جدا قبل ما بتقوم بأي استهداف وبرضو كانت نشرت برضو بعض التقارير اللي بتقول العربية كانت واضحة والعربية كان عليها الشعارات والمفروض أن إسرائيل قبل ما بتعمل أي ضربة بتكون عارفة ومتأكدة هي بتضرب مين بالزبط يعني فعموما بس أمريكا برضو علقت على أنه ما عندهمش علم إذا كانت الأسلحة الأمريكية أسلحة أمريكية استخدمت في الهجوم ولا لا وبردأت برضو تقارير عن موضوع الأسلحة أنه الحقيقة واشنطن أعطت الدوق لصفقات أسلحة لتالة قبيب بقيمة 18 مليار دولار ومنها طائرات ومنها أسلحة برضو مدمرة الحقيقة أنه تشكيك الولايات المتحدة الأمريكية جاء عن طريق تقرير كان في قناة الحرة نشروا فيه العربية صورة العربية وصورة الشعار في العربية من فوق يعني أنتوا زي أخطأتوا وأنه المفروض أن هي عربية مصفحة بس طبعاً زي ما أنتم شايفين فتحة الصاروخ الصور القادمة من غزة عقب الدربة التي أصابت موكباً لعمال الأغاثة والمركبة اللي كانوا بيستقلوها تحمل الشعار ومتميزة بالشعار جداً والشعار باين وبيقولوا الحقيقة وأن الموظفين بيرتدوا الملابس برضو اللي بتحمل الشعار وبالتالي هناك بعض الخبراء اللي بيالكوا اتهامات على إسرائيل بأنهم انتهكوا القانون الدولي الإنساني وأنه في أستاذة علاقات دولية في الجماعة اللبنانية أستاذة علاقات دولية برضو قالت أنه إبراز عمال الإغاثة اللوجو والشعار اللي بتميزهم في مناطق الصراع المفروض بيضعهم تحت الحماية بموجب القانون الدولي الإنساني رئيس وزراء بولندا طالب إسرائيل بتعويض عائلات عمال الإغاثة السابعة لكتلو بينهم واطن بولندي وبرضو كان الحقيقة أنه طلب شخصيا من السفير الإسرائيلي اللي هو وزير الخارجية البولندي أنه يكون فيه تفسيرات عاجلة الحكومة البريطانية استدعت السفير السفير إسرائيل في لندن للتعبير عن تنددها الحازم بمقتل عمال الإغاثة اللي هم الثلاثة من بريطانيا ورئيس الوزراء الإسترالي أيضا طبعا أكد يعني عبر عن أيضا حزن وتعزيل لأنه من ضمن الضحايا برضو واحدة من إستراليا رئيس الوزراء الأسباني طلب بتوضيح في أسرع وقت دعا الرئيس الكبروسي لإجراء تحقيق فوري الأمم المتحدة أعربت عن تعزيها وحزنها الشديد بعد هذا الحادث وقالت طبعا أنه إسرائيل كده بتتجاهل القانون الإنساني وسلامة التواقب الإنسانية في الحرب بين إسرائيل وحماس وأيضا كندا ومصر وإستراليا كله أدان الحادث بشكل كبير جدا الحقيقة فجأنا بقى بأنه كان فيه تقارير نشرت على أنه ده مش أول حادث يتعرض له عمال إغاثة في غزة لكن الحقيقة أنه كان سبقه العديد من الحالات منذ تفجير الحرب في غزة في يوم السابع من أكتوبر الأمين العام للأمم المتحدة أدونيو جوتيرش هو اللي صرح بهذا الأمر وكان كتب تغريدة على حسابي على منصة إكس بيقول أن الغارات الإسرائيلية على فريق المطبخ المركزي رفعت عدد قتل عمال الإغاثة منذ بدء استراع إلى 196 شخص وأن ضمن هؤلاء الضحايا أكتر من 175 من موظفي الأمم المتحدة والأونر وطبعا كانت أكدت على حسابها أيضا أن 176 شخص من موظفيها كتلوا منذ بداية الحرب أيضا بغارات إسرائيلية والحقيقة طبعا كل البيانات كانت بتحمل مزيد من الحزن والأسع على طبعا أنه في موظفين بيقوموا بأعمال إنسانية بيتعرضوا لغارات إسرائيلية خلال الحرب طبعا الشرسة من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واللي داخل فيها برضو تجويع علشان كده بعض الناس راحوا لعدم تصديق الرواية الإسرائيلية الأمم المتحدة أعلن التعليق حركة أتكمها في غزة ليلا لمدة 48 ساعة على الأقل لتقييم الوضع الأملي نروح بقى لموضوع الانتخابات الأمريكية وطبعا لاستعداد التمهيدية حاليا واستعداد للانتخابات الأمريكية في نوفمبر المحكمة العليا الأمريكية بالإجمع أكدت حق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الترشح للانتخابات الرئيسية ليه بقى إحنا وصلنا للمحكمة العليا؟ لأن لو تفتكروا حضراتكم كان فيه 16 ولاية كانوا عايزين يشيلوا اسم ترامب من الانتخابات على أساس أنه لا يحق له الترشح بسبب الموضوع اللي كان حصل بالنسبة لإقتحام الكونجرس في 6 يناير عشان كده كان لازم المحكمة العليا تقول كلمتها وده اللي حصل بالفعل فبالتالي دلوقتي أنه الرئيس ترامب يحق له أنه اسمه يكون موجود في كل الكشفات بالنسبة للانتخابات أو في الورقة بتاعت الانتخابات سواء كانت انتخابات تمهيدية أو الانتخابات اللي هتجرى إن شاء الله في هذا العام في شهر نوفمبر استطلعات الرأي أظهرت تقدم ترامب على بايدن في 6 ولايات متأرجحة وده كان استطلاع جديد الحقيقة مدفوعا باستياء الناخبين الواسع من الاقتصاد الوطني والشكوك العميقة حول قدرات بايدن وأدائه الوظيفة وحسب ما طبعا أظهرت أرقام الاستطلاع بأنه فعلا الرئيس السابق متقدم بشكل كبير على الرئيس الحالي جو بايدن الاستطلاع أظهر أنه في ولايات الحسم الرئاسية الرئيسية ترامب تقدم بنتيجة تراوح بين 2 و8 نقاط مئوية في 6 ولايات بين سلفانيا، ميتشيجن، أريزونا، جورجيا، نيفادا ونورس كارولاينا لكن الحقيقة الرئيس الحالي لم تعجبه هذه البيانات وأبدأ غضبه من هذا الاستطلاع والحقيقة يمكن لو بس جبنا نعدي دقيقة أو 10 ثواني كده ونجيب الجزء الأخير من هذا التقرير علشان هيبين لنا برضو إيه اللي كان بيقول الرئيس أو ليه الرئيس بايدن غاضب من هذه الاستطلاعات أسبوع أظهر استطلاع أجرته بلومبرغ أن بايدن يتخلف عن ترامب بين جميع الناخبين في سبع ولايات تشهد منافسة لكنه يقلص الفجوة خاصة في ولايات الجدار الأزرق وهي ميشيجن وبينسلفينيا وويسكنسن الرئيس في مكان مألوف للغاية بايدن أنجز كثيرا للاقتصاد معدل البطالة أقل من 4% سوق الأسهم سجلت أرقاما قياسية لكن بالنسبة للعديد من الناخبين لا يمنحون الرئيس الفضل بذلك ربما هم متخوفون من مرحلة مشابهة لمرحلة الوباء على الرئيس أن يكثف من رسائله لهؤلاء الناخبين جو بايدن ودونالد ترامب أفقد السباق التمهيدي الكثير من ألقه باكرا واقع يمكن تلمسه بوضوح في الولايات الأربع التي فتحت ثلاثاء مراكز اقتراعها لناخبي الحزبين الديمقراطي والجمهوري نيويورك وكنتكت ورود آيلاند وويسكنسن في ظل اهتمام إعلامي يمكن وصفه بالفاتر وحسم السباق إلى البيت الأبيض ضمن ما بات يلقب بجولة الإعادة لانتخابات 2020 جعل مرشحي الحزبين يصبان اهتماماتهما على يوم الاقتراع في نوفمبر حيث تتضمن جداول حملتي بايدن وترامب مهرجانات انتخابية متتالية في الولايات المتأرجحة المصيرية الست التي قد تحسم السباق إلى البيت الأبيض ومن بينها ويسكنسن وفي ويسكنسن ينشغل أورلاندو أوينز أول رئيس إفريقي أمريكي للحزب الجمهوري بمخاطعة ملواكي في محاولة استمالة ناخبي هذه الفئة التي شكلت تاريخيا الركيزة الأساسية للصوت الديمقراطي في الانتخابات الأمريكية يمكن زي ما شفتوا طبعا الست ولايات اللي هي كانت بيسموها الولايات المتأرجحة واللي فيها انتخابات تمهيدية وانه استطلاعات الرأي بتبين كان تقدم ترامب على بايدن ولكن بايدن قال لنا يعني محتاجين نتسرع نستنى لما تحصل الانتخابات ولكن التوقعات الحقيقة بايدن بيشتغل بفكرة هنا الموضوع الخاص بالمهاجرين والحقيقة انه هو وصف المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية دونالد ترامب المهاجرين عفوا ترامب بايدن بيشتغل على الإجهاض ترامب بيشتغل على المهاجرين ترامب قال انه هم حيوانات وليس هبشر في كلمة القاها في ميتشيجن ليهودة للغة التي كثيرا ما استخدمها في حملاته وصف ترامب الذي ظهر مع العديد من ضباط انفاذ القانون بالتفصيل عدة قضايا جنائية قام بها يعني مهاجرون كانوا بيقيموا بشكل غير قانوني وحذر الرئيس السابق دونالد ترامب من ان العنف والفوضى سيقضيان على البلاد اذا لم يفز في انتخابات الخامس من نوفمبر وفي خطاب ايضا في جرين باي بولاية ويسكنسون استخدم منابرة مماثلة وصفا انتخابات عشرين وعشرين بأنها المعركة النهائية وفي بعض تقارير بيقولوا انه استخدم تاني حمام الدم بجانب حمام الدم اللي تكلم عنه على الاقتصاد استخدم تعبير حمام الدم تاني على الحدود من المهاجرين والحقيقة برضو كان في حاجة ان هو ترامب هاجم بايدن وقال رئيسنا ضائع لا يعرف كيف يغادر بعد القاءة خطابة والعالم لا يحترموا ويمكن ده اللي مخلي برضو الحقيقة يعني استطلاعات الرأي مش في صالح بايدن لقينا برضو كمان الموضوع كمان مرشح الثالث على فكرة مين المرشح الثالث يا جماعة هو كيندي وازهرت استطلاعات رأي ان مجموعات من ناخبين الامريكيين لا تتحمس المواجهة المرتقبة بين بايدن وترامب ويفضلون عدم التصويت لأي منهما والحقيقة انه عشان كده البديل التالت اللي هو المرشح المستقل هو رابرت كيندي جونيور وبالتالي ناس كتيرة حتى يمكن برضو بعد التقارير بدأت تتكلم انه ممكن رابرت كيندي يقدر انه هو عن طريق انه هو هيشوفه هيسحب مين من الحزبين لصالحه وبالتالي هيضع في الطرف يعني مثلا لو سحب لو في عدد كبير من الديمقراطيين صوتوله يبقى معنى كده انه العدد اللي هيصوت لبايدن هيكون اقليل او اقل وبالتالي كده ده هيخلي ترامب هو اللي يفوس طبعا دي كلها حاجات لسه وستطلاعات رأي ولكن الحقيقة كتير جدا من الستطلاعات كانت بتؤكد انه 70% من الامريكان مش عايزين ولا ترامب ولا بايدن ومتضيقين جدا انه احنا زي ما يكون فعلا جولة اعادة لانتخابات عشرين عشرين فبالتالي يمكن يكون عنده هو فرصة ولكن عند يعني فرصة كيندي لا صعبة لكن فكرة كيندي وجوده كمرشح ثالث انها ممكن تجذب اصوات فتقلل فرصة واحد من الاتنين برضو كان ترامب بيعاني من حاجة شديدة جدا وهي موضوع الاموال اللي كان مفروض يدفعها بالنسبة للقضية اللي في نيورك وانه كان ممكن معرض لكارثة مالية كبيرة جدا هنشوف في التقرير ده ازاي ترامب تفادى هذه الكارثة عن طريق السندات المالية كارثة مالية محققة تفاداها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب بعد توصله الى ابرام صفقة سندات تعفيه من سداد اربعمائة واربعة وخمسين مليون دولار نتيجة حكم صدر بحقه في احدى قضايا الاحتيال المدني خلال فترة استئنافه على العقوبة صحيفة نيورك تايمز الامريكية افادت بان تفادي الرئيس الامريكي السابق لتلك الكارثة جاء على شكل سند من شأنه ان يمنع النائبة العامة في نيويورك التي رفعت الدعوة القضائية التي افضت الى صدور هذا الحكم من تحصيل هذا المبلغ الكبير الى ان تتم تسوية الاستئناف الذي تقدم به ترامب جاء ذلك بعد موافقة محكمة الاستئناف في الاسبوع الماضي على طلب ترامب بخفض قيمة الكفالة وتحديدها عند مبلغ مائة وخمسة وسبعين مليون دولار مجنبة بذلك المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الامريكية لعام الفين واربعة وعشرين من مواجهة ازمة مالية محققة وصفها محام ترامب بانها مستحيلة عمليا ما كان سيؤدي لتجميد حساباته البنكية ومصادرة اوصوله حال تخلفه عن سداد هذا المبلغ بالنسبة لبعض الاخبار المهمة من امريكا عندنا جسر بالتيمور الجسر فتحوا فيه ممرات وبيحاولوا ياخدوا صور للحطام في اعماق النهر ولكن الحقيقة الدنيا صعبة جدا جدا نشروا تقارير بتبين انه الموضوع هياخد وقت انه قدروا انه هما يمرروا بس بعد السفن لكن قصة انه هما ياخدوا صور من الحطام تحت بتاع الجسر دي صعبة جدا وهتاخد وقت شوية كان فيه برضو لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت كنا تكلمنا عن السيارات الصينية اللي هي البي واي دي واللي هي اكتحت العالم واخدت برضو يعني سحبت السجاد من تحت قدم تيسلا لكن وتيسلا كانت برضو اخر تقارير او التقارير الربع الاول بالنسبة للمكاسب كان فيه خسارة كبيرة جدا لكن لقينا انه برضو العدد السيارات اللي تم بايعها بالنسبة لتيسلا قلت وبدأت تيسلا كانت برضو يعني لم تحتل العرش اكبر بائع للسيارات الكهربائية استعادت هذا العرش مرة اخرى بعد ما اعلنت سيارات البي واي دي بانها انخفاض مبيعتها في الربع الاول فكده تيسلا رجعت تاني طبعا نحن نتكلم برضو بفرق ما بين سيارة الكهربائية تيسلا اللي هي تعتبر يعني اكبر مصنع على مستوى العالم وبردو موضوع انخفاض المبيعات يعود الى مشكلة الملاحة في البحر الاحمر واللي قدت لتوقف شركات مصانع كتيرة لتيسلا في اوروبا بسبب ان مش وصل لها قطع الغيار وبالتالي هنا برضو ناس بتقول لك انتم المفروض انه يعني مقارنة ما بين تيسلا دي تيسلا القيمة السوقية بالنسبة لتيسلا اكبر من يعني اتنين شركات من شركات العربية الكبيرة جدا فالحقيقة يعني ناس كتير بتقولوا وانتم بتقارنوا ما بين ايه تيسلا وعربيات صينية طبعا يعني مفيش مقارنة عندنا برضو كانوا يعني عايزة برضو بسرعة في الوقت المتبقي لينا نحاول كده نشوف ايه الاخبار برضو هنا احنا بتتكلم عن الخلاف ما بين او يعني السيارات الكهربائية بالنسبة لشركة تيسلا الامريكية وايضا الشركة الصينية لقينا النهاردة في تقارير بتقول ان في مكالمة هاتفية تمت ما بين الرئيس الصيني وشي جنبينغ والرئيس الامريكي والرئيس الامريكي بايدن صار خلال هذا الاتصال مخاوف واشنطن بشأن السياسات بكين التجارية غير العادلة واحنا في امريكا برضو هنشوف التقص ونشوف اول حاجة امريكا عندنا مشاهد صعبة جدا جدا لعواصف واعصير حصلت في اماكن كتير في ولايات كتيرة جدا من الولايات الامريكية وبدأت المشاهد اللي كانت موجودة في القنوات الامريكية بيّنت لنا انه كان عندنا ولايات اوهايو تورنيدو كان عندنا انديانا كان عندنا كينتاكي عندنا الفيديو زملنا في مشاهد مرعبة جدا فيه كمان اشجار كانت وقعت على المنازل والعربيات وناس كتيرة كانت قاعدة ممكن نكبروا معلش زملنا هتشوف هنا مشاهد واحد بيترمي في العاصفة تفرجوا البيوت شكلها ايه العاصفة دي ده كينتاكي وكان من شوية انديانا وكان قبلها اوهايو كل هذه الولايات عانت يعني عربية قلبت بسبب العاصفة والتورنيدو مشاهد تانية كانت متجابة البيت وقعت عليه الشجرة والشجرة دخلت جوة السقف بتاع السيدة اللي وقعت عليها قبلها كان فيه عاصفة جامدة جدا فيه كاليفورنيا وانهيار طريق سريع واجلاء مئات الاشخاص دي عربية وهي سيئة لقت الازاز بييجي عليها في كل من كل ناحية في انديانا كل ده بسبب العاصفة اللي بيسموها برضو التورنيدو في ميزوري ولاد كتيرة جدا تعرضت ما بين عواصف والرياح والتورنيدو وما بين امطار وفيضانات وسلوك يعني كانت متنوعة وفي كاليفورنيا برضو كان فيه امطار وكان فيه سلوك كتيرة وقفل الطرق فيه برضو عاصفة برد نادرة تسببت فيه تغطية كسبان من منطقة بيشا ورينيا في المملكة العربية السعودية بالسلوك وانتشرت فيديوهات كتيرة جدا برضو في مصر الارصاد الجوية بتقول يومين دول حر يا جماعة بس تخلوا بالكم ممكن يحصل سقوط امطار في الفترة اللي جاية وبالفعل كان فيه امطار سقطت على سانت كاترين فيه بقى اخبار مهمة وحلوة جدا عشان برضو هنحاول نختم بيها اهو عشان ما تقولوش نحاول بنقولش اخبار حلوة نجاح زراعة شريحة شريحة الكترونية في رأس البشرية للمرة الاولى فاكرين نيورا لينك اللي هي بتاعت ايلون ماسك اللي هو صاحب شركة تيسلا للسيارات الكهربائية او صاحب الفكرة والشركة الكبيرة على المستوى العالم فالحقيقة ان الشريحة دي اتزرعت بعد التجارب اللي كانت على القرود تم زرع الشريحة في رأس بشرية للمرة الاولى والحقيقة انه بعد اسبوع من زرع الشريحة لقوا انه الشاب اللي اتزرعت له الشريحة قدر انه هو يتحكم فيه ويلعب ألعاب إلكترونية عن طريق هذه الشريحة وبالفكر بالفكر بتاعه بدأ يحرك الألعاب لقينا ان حاجة تانية كمان مش بس نيورا لينك في مجال اللي هم عندهم شلل او عندهم مشاكل في الأعصاب لا كمان بالنسبة للنظر فلاقينا الحقيقة تقرير تاني بيتكلم عن شريحة أيلون ماسك اللي عادت النظر للأرود ودي بتبين هنا يعني نجاح إعادة البصر للقرود العمياء باستخدام شرائح الدماغ اللي هي من نفس الشركة نيورا لينك ولقينا كمان انه ده بيطمح ان يعيد الرؤية للمكفوفين ماسك بيقول انه نظام هذا النظام بيعمل بالفعل على الكردة والكردة بدأت تشوف فدي حاجات برضو كلها في مجال العلم بصراحة حاجة رائعة جدا 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 فيه برضو حاجة تانية الحقيقة كانت أطفال سميه بأطفال أوزنبك أوزنبك ده الدواء اللي هو بيستخدم للتخصيص فالحقيقة وأنه هو علاج سحري للتخصيص وفيه كلام كتير تكلمنا عنه وأنه هو أساسا علاج للسكر بس بدأت ناس كتير تاخدوا بدل عمليات تدبيس المعدة والكلام ده لقينا أنه على التيك توك بدأت سيدات تتكلم أنهما لما بدأوا ياخدوا الأوزنبك وما كانوش قادرين أنه هو يبقى عندهم حمل ليهم ثلاث سنين واحدة قالت أنا بقيت حامل بعد ما أخدت الأوزنبك بشوية واحدة تانية قالت أنه أنا على أدوية اللي هي الأدوية اللي هي بالنسبة لتنظيم الأسرة ومنع الحمل بقيت حامل فبدأت دلوقتي بعض الدراسات اللي بتقول هل ممكن فعلا الأوزنبك عن طريق أولا شبيه بالجلوكوجون أو الجلوكوكاجون أنه ممكن فعلا الأوزنبك يكون بيأثر بعد العلاج السحلي للبدانة أن الناس ما تكونش بتخلف ممكن تخلف هما قالوا الحقيقة أن فكرة البدانة بتمنع الناس أنهما بتمنع السيدات أنهما يبقوا حوامل الحاجة التانية أنه فكرة برضو أنه في بعض السيدات اللي كانوا بياخدوا أدوية منع الحمل وهم على الأوزنبك وبقيوا حوامل دي مهمة جدا أن تخلينا أي وحدة بتاخد الأوزنبك لازم تاخد تلاقي بديل للأدوية بتاعة منع الحمل والحاجة التانية أنه لو سيدة أصبحت حامل وهي بتاخد الأوزنبك يجب أن توقف الأوزنبك بسرعة لأنه الأوزنبك ممكن يأثر على الجنين وما فيش دراسات كفاية فالحقيقة يعني في حاجات كتيرة في مجال العلم لو فعلا الهرمون وطريقة عمل الأوزنبك بتساعد أن الناس يبقوا حوامل دي طبعا هتبقى حاجة برضو اللي هم اليوم فترة مش حوامل دي أكيد حاجة جميلة برضو في دراسة نشلت في مجالة تقارير الخلايا الجزعية أظهرت لأول مرة أن العملية تبدأ خارج جهاز العصبي المركزي وبعد كده بتنتقل للدماغ وبتسبب مرض الزهايمر والدراسة دي هتساهم بشكل كبير جدا في علاج مرضى الزهايمر وفيه برضو كشف عن أنه فيه جهاز جديد برضو هيكون يعني هيقدر أنه هو يعمل صور للمخ أفضل بكتير من الرنين فطبعا هو في أخبارك وياسة في مجال العلمي ربنا يحافظ عليكم جميعا وإن شاء الله هيكون معنا الأخبار والأحداث ومزيد من الأحداث ومرة الأحداث الجمعة إن شاء الله إلى اللكم اشتركوا في القناة